أنا معك يا محمد لجماهير أجيال من حيهم اللي نضموا إلنا الآن في هذه اللحظات أحلى الصباحات معنا من تبير زيت الدكتور مصطفى جرار وستاذ علم الحاسوب في الجامعة أهلا وسهلا فيك يا دكتور أهلا وسهلا ومتخصص في هندسة المعرفة وعلم المنطق أهلا وسهلا فيك نورتنا حضرتك كمان حصلت على جائزة جوجل للبحث العلمي في حوسبة المعاجم مصبوط؟ صحيح العام الماضي ما شاء الله عنك وكمان عم بتحوسب أو حوسبة اللهجة العامية الفلسطينية بحييك على هذا الموضوع لأنه محتوانة على الكمبيوتر جدا خجول وحتى لما إيجينا نكحلها ورناها إنه تصدرنا نكتب عربيزي أهلا وسهلا فيك إذن حوسبة المعاجم العربية هذا موضوع ضخم وعملاق ويحتاج إلى موازنات ربما وإلى جهد ووقت وفكر شو رأيك كيف أقدمت على الموضوع من ساعدك؟ أول إشي يعني بحب أشكركم يعني على الهواء لإستضافتنا لأنه عادة يعني في فلسطين الإعلام يعني يولي اهتمام للسياسي والقضايا الاجتماعية وكليل منه يعني يولي اهتمام للبحث العلمي بس إحنا اخترقنا هذا الموضوع في المجال إذا لاحظت نخترقنا دائما متميزين الله يرضى عليك فنشكركم كثير ويعني وهذا إشي يعني بأمل إنه كمان يعني تم إستضافة زملاء كثير من الجامعات ورقاء الضوء على البحث العلمي وما يعني أهميته والأولويات للبحث العلمي بخصوص حوسبت المعاجم صحيحنا في جامعة بيرزيت يعني أولينا وعطينا يعني اهتمامنا لهذا الموضوع منذ عدة سنوات في حوسبت المعاجم معناته بتعني أشياء كثيرة بتعني إنه تحويل المعجم من كتاب ورقي ليس فقط إلى نص إلكتروني يعني ولكن كمان يحول بطريقة نسميها يعني structured إنه تقدر البناء إنه نقدر نعمل تطبيقات حسوبي في المستقبل باستخدام هذا المعاجم يعني المعاجم سواء كان استخدام الشخصي لإلها بس كمان نبني تطبيقات لتستعمل هذه المعاجم وهذا عمل طبعا إحنا بنعرف أنه عمل يعني بده عشرات سنين وما بنتهيش أصلا هو في طبيعته ولكن يعني لازم نبدأ يعني وللأسف المحتوى العربي صحيح أنه يعني متواضع جدا في متواضع في الكم ومتواضع في النوع في الكيف وفي الكم الله وخير فنأمل إنها تكون هذه يعني إضافة للمحتوى العربي كمان وخدمة اللغة العربية والوطن العربي إنت تحت الهواء قلت لي أكتر ناس بيشتغلوا على العربي هي أجهزة المخابرات في العالم هي اللي بتحوز بالعربي عشان تفهم شو نحكي صحيح صحيح هو يعني أكتر تطبيقات لحوسبة أي لغة في الدنيا اللي هو التصنط والمراقبة وهذا يعني بدك يعني كأجهزة لازم تفهم شو بينحكي وشو بينكال وشو بيندردش فلازم يحاولوا كل إشي ويحاوسوا بكل إشي طبعا هذه التقنيات اللي بتعملها ومعظم التطبيقات للأمان هي بتصير في أجهزة المخابرات وبعدين بتطلع للعوامل بتطلع بطريقة تجارية بس للأسف اللغة العربية بالرغم من أنا متأكد أنها تم حوسبتها في كثير من الدول بس ولكن هذه التقنيات ما تلعط فبقينا إحنا كمستهلكين عرب أنه كل ما يتعلق من تطبيقات ذات علاقة باللغة تطبيقات متواضعة يعني إذا شفنا مثلا سري على الآيفون نحكي مع عربي ما بيفهم علينا بس إذا نحكي مع إنجليزي بيفهم علينا طبعا هذا نتيجة كلة المحتوى والموارد اللغوية يعني نسميها المصادر اللغوية المتاحة للمطورين حتى لما بنعمل بحث لمدرسة لجامعة حتى إنك إعلاميين بدنا نطول على الإنترنت إشي من لقي بالإنجليزي صحيح والترجمة شوفي أكثر أكثر مثال أنا يعني يزعجني كل الناس تستعمل ترجمة جوجل ترجمة جوجل ليست كاموس أصلا هي ترجمة إحصائية يعني مبنية على إحصائات وبالتالي دقتها يعني مش دقيقة اطلاقا مش دقيقة طيب حوسبت المعاجم العربية قديش راح تعود بالفايدة علينا وكيف راح تكملوا الموضوع؟ من تعوانته؟ حوسبت المعاجم في البداية إحنا أكثر المستخدمين لهذا المحتوى حيكونوا الطلاب والناس والباحثين اللي بدهم يعني يبحثوا عن ترجمات عن تعريفات عن عن هذا بشكل أول بس بشكل أهم كمان مطوري البرمجيات إنهم حيكون في مصادر لغوية متاحة لإلهم يبنوا برامج اللي تتعامل مع اللغة هذا من ناحية طبعا كنا إحنا كجامعة ما منقدر نسرك المحتوى هذا تاع المعاجم من الكتب لأنه هذا فيه له حقوق طبع ونشر فتواصلنا مع كل مؤلفين المعاجم كم من معجم؟ وصلنا تقريبا لحد الآن يمكن 150 ما شاء الله هذا بالدوقت قديش يلاقي صلنا سنتين من راسم ما كملته؟ لا كملنا يعني وصلنا لمرحلة الآن إحنا فيه يعني طار حنطلق محرك بحث معجمي منسمي والأهم في هذه اكتوجنا الموضوع في إن وقعنا اتفاقية مع منظمة الأليكسو اللي هي المنظمة العربية للثقافة والعلوم التابعة للجامعة الدول العربية ومع مركز تنسيك التعريب في الرباط ممتاز لأن ولديهم حوالي 50 مؤجم فهم يعني هنتعاون معهم وفي ليس فقط في حفظة المعاجم بل في حفظة اللغة بشكل عام بناء مرصد لغوي يعني يترجم بشتريكة آلية وكثير من الأفكار اللي إحنا وياهم هن نستلها مع بعض إذن توصلت مع أصحاب المعاجم وأخذت وقت للترخيص وللبدء ساعدوك طلابك أو طلاب جامعة تانية كيف الجهد المبذول؟ طبعا يعني أنا فخور في الطلاب طلاب جامعة كبير زيت مميزين في عندهم سواء كانوا ساعدونا ضمن عمل تعاوني أو ساعدونا ضمن كمان يعني كانت إشياء مدفوء لإلهم صحيح يعني هو عمل من حوالي ست سبع سنوات إحنا نكون فيه كجامعة يعني كجامعة نعم صحيح كجامعة كدائرة علم الحاسوب في جامعة بير زيت إذن قبقى وسين أو أدنى أنه يخلص موضوع الترجمة أو متأس في حوسبة المعاجم العربية وإن شاء الله تعالى تكون الخطوة الجاية لسا أكتر كمان جرأة في موضوعة اختراق اللغة العربية للحاسوبة ليس كذلك يعني لهجة العامية اللهجة العامية إحنا كمنا في إنشاء مدونة نسميها مدونة اللهجة العامية الفلسطينية يعني عددها تكريبا حوالي 55 ألف كلمة اخترناها من غالبية اللهجات الفلسطينية الداخلية هون وكمنا بتصريف كل كلمة في المدونة تصريف يعني كان يقعد مثلا نصف ساعة كل كلمة وإحنا نوسم فيها ونوصف فيها في كل تصريفاتها يعني عدد فترة قويلة آه يعني آه هو أممكن أهم من عمل للهجات العربية إن شاء الله بوركت جهودك وجهود طلابك ونستنى منك أكتر كمان ما شاء الله عنك يعني إلك بصمة تاريخية في موضوعة إدخال العربية للحاسوب سواء عن طريق المعاجم أو اللهجة العامية أو حتى زي ما تفضلت حضرتك البحث العلمي وحوسبات المعاجم في جوجل شكراً تحكي أي كلمة أخيرة أبل ما ننتقل للأخت أستاذ جورج شماوي تفضل شكراً بحب أشكر كل اللي يعني يشتغلوا معي يعني فيش مجال لذكر أسمائهم سواء إن كانوا داخل جامعة بيرزيت من زملاء وطلاب وموظفين وبس كمان فيه إلي زملاء كثير يعني بتعامل معهم في الوطن العربي وخص بذكر يعني الفريق الموجود في الرباط اللي هو يعني في المغرب الأخ يعني دريس القاسمي والأخت إيمان ناصر والدكتور عبد الفتاح الحجم شكراً شكراً لحضرتك ولو جامعة بيرزيت الدكتور مصطفى جرار بن جنين القسام وساذ علم الحسوب في جامعة بيرزيت متخصص في هندسة المعرفة وعلم المنطق ما شاء الله عنك الله يقويك للأمام شكراً استمر يا دكتور شكراً حياك الله اسمع الحلقة كمان مرت انتين الصباح بتوقيت فلسطين وعلى أي وقت على ARN.PS برعاية جوال إلى الصفحة الأخيرة شكراً